السلام عليكم معكم أحمد حتاحد وبهذا الفيديو الفيديو الثاني ضمن كورس Introduction to Excel هناخد شوية عن خلفية برنامج Excel هي قائمة File هون أول شي حنبدأ انه عندي هون فوق شعار برنامج Excel حفظ سريع عندي تراجع أو إلغاء التراجع عندي هون تحت تحت Tablet Sheet هون عندي في شي اسمه تسجيل الماكرو هات الزر شان يبلش تسجيل الماكرو تقريباً الماكرو هيك شغلة سريعة انه انت تتنفذ عمليات متكررة وراء بعض منه Excel مثلاً عندك هاي الخلية تتساوي دائماً الخط 12 تتساوي نوعه مثلاً Adobe Arabic تتساوي بولد ولونه أحمر أربع شغلات هالأربع شغلات توقف على الخلية بتبدلش تسجيل الماكرو بتسجيل أربع خطوات توقف تسجيل الماكرو تصير أي خلية توقف عليها بتشغل هاد الماكرو ومبيعمل نفس دول أربع خطوات بالترتيب بعدين عندي هون نوع view تبع الصفحة تبعي هون view العادي هوا هاد شكل الخلايا هدول view الثاني هوا مثل أنا وقدي أطبع بورجيني بصي الهوامش الهيدر والفوتر هدول اللي بحط فيهم الشعارات أو بكتب أسماء الشركة عادة أرقام الصفحات بورجيني الهوامش بورجيني الإياسات تبع الورقة الشغلة الثانية عندي هاد view تقريبا يعني مثل نظرة شاملة لكل شيء عملته عندك هاي الشيط نحن فاتحينها كبيرة كتير في هاد بيانات لك تروح لبيان لشغلة بعيدة بروح بفتحها بوقف عليها مشان نروح عليها بسرعة يعني بعدين في عندي شيء اسمه زوم هون بيأخذني إذا كبزر هون بالكيبورد بيأخذني لأول خلية ضمن السطر control home لأول خلية بالشيط تبعي بعدين عندي قائمة زوم بحس إذا عندي أنا شوية بيانات بكبر لهم الخط من غير ما كبر الخط يعني تشوفهم راب كبار بعمل زوم إن ما لأ عندي بيانات كتيرة شوي يبدو يصعب نفس الصفحة من غير ما من غير ما أقلة بمين الشمال أو لتحد بعمل زوم آوت بفين يعودها بcontrol ودولها بالماوس لورا ولا قدم الطبيعة عيمية بعدين عندي قائمة file هاي القائمة همه كتيرية تقريبا إعدادات برنامج Excel أول شي عندي الانفور هي معلومات الملف في أنا فاتحه هلأ محمي بكلمة سر مساحته امتصناته بعدين عندي شي اسمه جديد بفتح إما صفحة إما Excel جديد ووركبوك فاضي أنا أصنعه من أوله جديد أو فيني اختار من التامبليت الموجود وهي ميزة كتير كتير مهمة في ناس تصنع هالقوالب بترفعه على مايكروسوفت وأنت بتقوم بتحميلهم أول شي بتكون بعض الأشكال منهم كتير كتير حلوة ومتقدمة ما فينا نحن نصنعهم بيدنا إلا ذكرنا كتير كتير محترفين بأكسل وفي بعض القوالب بتوفر علينا وقت وشغل وفي كتير كتير قوالب حلوين السمين ضمن أنواع كاتيجوري مثلا بزنس مقسمة بعدين عندي مثلا قوالب بزنس اللي بتنطبع صار عندي مثل خيارين البعض بزنس وبينطبع مزبطين هدولة الطبعة لأنه رأسا فوت أدخل بيانات رأسا بعمله برينت بطلع لإياسات نظامي بعدين فيني انتقل حتى أنه في قوالب متاحين بهال كاتيجوري إنه بزنس وبرينت ضمن وورد ضمن بابلشر ضمن بوربوينت كلها برامج تابع على أوفيس بعدين في عندي أوبن اللي هو أنه أفتح ملف أكسل قديم أنا عنديها طبعا أنا آخر ملفات اللي فعط حاب تظهروا اللي هون بقائمة مثل حالي أنا فاتح النبز التعريفية عن أكسل 2 اللي هو الفيديو الثاني تابعنا أو ممكن أنا أختار مكان وافتحه منه عن طريق جهاز الكمبيوتر وروح على الإرنة تابعي بعدين في عندي سيف أز اللي هو الأكسل تابعي اللي صممته عملته عمشتغل فيه سيفه أحفظه الوقت الثاني فبكون على طريق السيف أز بختار مكان التسيف وبعمله سيف بس أنا عد سكتوب بعدين بعمل سيف هلا بعدين عندي قائمة print اللي هو أني أطبع أنا اللي عامله التقرير اللي بس لخلصت عملته بدي أطبعه وفي خيارات لأطبع إن شاء الله حنتطرق لبعدين بعدين عندي شي اسمه share اللي هو أنه اللي في الأكسل اللي أنا فاتحه أبعته لشخص عن طريق الإيميل هات شير بيكون أو أعمل مثل أنا عندي ضدون الشركة تبعي في أكتر من شخص بشتغل بهذا الأكسل فبخلي الأكسل متاح لأكتر من شخص يعدله بنفس الوقت وأنا بعمله مثل بسكرة بفتحه بطلعه لكل تلبيانات لإضافوهن لعالم وهي كتير ميزة مهمة بالشركات بعدين عندي الأكسل اللي أنا فاتحه أو الصفحة اللي أنا فاتحه ممكن صدرها كBDF بحيث أنه ما حدا يعدله وإنما كتقرير يراجع بس من قبل إدارة أو أنا بعت التقرير لشخص معين فين صدره كBDF بشان ما يعدلي على الأكسل تبعي الأساسي بعدين نسكر الصفحة اللي أنا فاتحه أو الوركبوك اللي أنا فاتحه بعدين عندي قائمة الأوبشن وهي القائمة اللي هم كتير أول شي عندي الجنرال هاي الخيارات أساسية كتير بحيث أنه أنا أول ما أفتح أكسل أو ووركبوك جديد يكون دائما الخط الأساسي المستخدم مثلا Adobe Arabic ما بدي يكون عندي body font ودائما يكون القياس 16 ودائما اللي view تبعي يكون normal view أو page break view اللي هو نمط إظهار الطبعة أو بدي page layout أنا بفضل normal view وعدد الصفحات الجديدة يعني بس أفتح أكسل تبعي عندي صفحة صفحتين، ثلاثة، أربعة حط العدد اللي بديه مثلا خمسة، مثلا ستة بعدين في عندي دوال تبعي أعدادات دوال ما حنتطرق لهم يعني هاي صارت أشياء كثير كثير advanced وغالبا ما حنتستخدمون بشغلنا والsave تقريبا نفس الشي بس هاي بتهمون شوية لتبعات l-ICDL أنه بيختاروا المكان الأساسي للتسييف مثلا كل أمتى الأكسل اللي حاله يسيف هاي نوعه من الباك أب تقريبا حيث أنه بعد عشر دائما انطفت الكهرباء ما عبد تشغل على العبطة ما عبد تشغل على بي سي فاطفل الكمبيوتر فهو كل عشر دائما بياخد نسخة احتياطية حيث تشغل على مرة تانية تفتح الأكسل بيقلك بدك ترجع للنسخة اللي أخدت أنا لحالي بتقوله ايه هاي شان توفر على حالك هاي شان توفر على حالك شغل تشغلت وانتك كثير مهم في عندي اللانجواج كمان يعني نحن ننزل أكسل تلقائيا بنزل عنده دكشنري تبعه تبع الإنجليزي نزلنا عربي بنزل دكشنري العربي والإنجليزي بعدين في عندي شي اسمه advanced وهي القائمة مهمة هي بشكل عام متقدمة جدا نحن ممنع تازها كتير بس هي مقسمة لقسمين إعدادات اكسل بشكل عام برنامج بحيث افتراضي دائما وقت افتحهم دائما موجودة هاي الإعدادات وشي اسمه إعدادات خاصة بالوركبوك تبعي لأنا فاتحه حاليا كل شي إعدادات خاصة بالوركبوك تلاقي عليها اسم الوركبوك مفتوح مو ووركبوك معتها إعدادات عامة هلأ في هاي في خيار كتير مهم ضمن الـ advanced نحن نستخدمه وقت عملنا يورجينها كطباعة طلعي عندي دول الخطوط من نقطين وهدول جدا مزعجين ناس بدأ منهم كتير أحيانا فنحن ضمن قائمة advanced بننزل لشي اسمه show page breaks وفي شخطة تحت الكي فأنا الكيبورد طبعي طبعا إذا اللغة إنجليزية بكبس alt k بياخدني لعنده بقيم الصح من عليها وبقول له ok شو بيصير بيروحوا عندي لخطوط المنقطين بنرجع option advanced alt k بنزل لعنده وبشيك صح مرة تانية بيظهروا عندي بعدين بنزل مرة تانية على option نكمل خيارات عندي شي اسمه customized ribbon bar اللي هو أنا هاد الربون هاد اللي فيه أدواتي فيني إلغي إظهار لهم حط إظهار لهم فيني ضيف من أشياء موجودة أصلا ضمن الأكسل أحيان هون في الخيارات ما بتكون موجودة ضمن الخيارات الأساسية اللي بيتاح برنامج أكسل فبقوم بإضافته أنا بدي ضمن هاد التبويب ضمن insert بدي ضمن هوم بعمل إضافة وبعمل إزالة عندي شي اسمه quick access tool bar اللي هو هاد هو حفظ رجوع إلغاء الرجوع تبعي فيني نضيف أشياء فمثلا فيني أعمل أنا أنا كثير مثلا باستخدام إعدادات format painter اللي هي مثلا خلية أنا عاملة لون شكل معين بتقوم بنسخ اللون والشكل معين بس بدون محتويات الخلية وبتطبعونه بإرنة تانية مثل الطابعة يعني أنا كثير باستخدامهاي بحط له add تظهر عندي هنا لا بس لك بس اوكي بعدين عندي شي اسمه add in بحيال برنامج دائما في ناس مطورين بيعملوا على عمل إضافات للبرنامج بحيسترفع إمكانياته فهي صفحة صفحة تنزيل هاي الإضافات هاي الشغلة متقدمة حنا أخذها بدورات تانية إن شاء الله هلا بس أضغط اوكي أنا بلاحظ أنه الformat painter ظهرت لي والpage break مع أني رجعتهم فهنا موجودين فتعرفنا عقائمة file بسرعة هي أحد القوائم مهمة جدا بإكسل منعتازة شكرا لألكون هذا كان فيديو اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر